صباح الفل والسعادة على كل ميشاهدين حدود وطن صباح الفل على القلب الطيب والكلام الجميل والكلمة الحلوة والجبران الخاطر على قلوبكم يا حلوين النهاردة حلقة جديدة وهنبتدي على طول وخلونا بقى نبتدي حلقتنا بترندات الاسبوع واهم الاحداث اللي حصلت الاسبوع اول حاجة كنبلت الاسبوع كنبلت الفيسبوك كنبلت مواقع التواصل الاجتماعي كنا قاعدين لا بينا ولا علينا فجأة لقينا صور مغرق كل منصات التواصل الاجتماعي وما بين مؤيد وما بين معارض وناس موافقة وناس ضد هي الأستاذة سلم الشيمو اللي نزلت منطقة الأسرية السقارة ولبست الزيل فرعوني زي كيلو بطرة وعملت الفوتوسيشن وكان بصحبة المصور محمد حسام طبعا وزارة الأصل شافت الموضوع ده ما عجبهاش لانه ما تمش بعلمها فتم حلتهم للنيابة وبعد الموضوع ده حصل ضجة كبيرة جدا طيب رواد السوشيال ميديا يسكتوا؟ لا مسكتوش جابوا القديم والجديد وكل ماضيها وجابوا صورها القديمة أصل البضاعة طلعت مخشوشة طبعا كيلو بطرة لا كاب بتشد ولا كاب بتنفخ ولا كاب فيه سلكون ولا الحاجات اللي بنسمع عنها اليوماندول وكمان الزي ما فيش أي علاقة بين الزي خالص غير الأكسسوارات وبعدين رواد السوشيال ميديا غضبانين جدا إزاي تتحبس؟ ما ينفعش الكلام ده زمان كنا بنشوف نجوم زمان الفن الجميل والأجانب لما كانوا بيتصوروا عند الأهرامات أو فيه مستسلات كانوا آه فعلا فيه مظاهر العري والإغراء بس ما كانش بياخدش حيائك ولو نفتكر كان فيه صورة شهيرة للديانة الأميرة ديانة الرقي والاحترام والجمال عند الأهرامات كان فيه هنا صورة يا شباب لو كده ممكن نعرضها ونوريها لمشاهدين كانت متصورة زي عند الأهرامات لأنهم كتير جدا في السوشيال ميديا بقولوا الأجانب والأجانب أيوة الصورة دي شفت التحضر والركي والجمال واحدة جميلة مع ما كان جمالها بس وقفة ما تختش حيائك وكمان يعني تتعلم الأجيال الجميلة وقفة أو حاجة ده ده بيرجع للأخلاق والأصور والكواعد اللي احنا اتربين عليها طيب خلينا بقى مع بعض نعرض تعليقات السوشيال ميديا هنا ايه اللي تقال في واحدة بتقول هذا تعري وليس فرعوني احترموا أنفسكم بلاش تعيبوا في حضرتنا هو دلوقتي سيد الموقف التعري عندها حق في واحد تاني قال اللي تأدب والإساءة للحضارة والتاريخ المصري بالأغراء الناس تسكتله؟ لأ مسكتلوش طبعا كله حاجة منت زي بتقول ده واحد منهم ظريف بيقول له يا عم صلي عن نبي فين الحضارة دي؟ فيه كمان واحد ظريف برضو من الزرافاء اللي على المواقع التواصل الاجتماع بيقول ايه؟ ليه ما هملتز مقهب ازي الفرعوني؟ وكمان في واحد ظريف جدا برضو دماغه جميلة مش فهم ليه الحكومة أي حاجة تبسط للشعب لازم يعكنينه علينا هو قبلهول اشتكى ولا خوفه اشتكى؟ اعتبروها في مهرجان مش قصة يعني عندك حق انت راجل بجد واحدة تانية بقى معجبهاش الموضوع وقالت ما هرايح عشان دي سير الجدل وانتو حق طولها رغبتها ايه المهمة في الخبر ده يعني؟ دي اساء للحضارة والتاريخ المصري ده الاجانب بيعملوش كده طبعا الناس ما سكتتش مسكوها جوهم ازاي؟ ازاي تغلطي في الكمبنة؟ كمان في واحد بيقول من الظرافاء برضو يا عم الاثار مبسوطة انتو زعلانين ليه؟ واحد تاني قال لا لا في قانون يمنع اللبس ولا في قانون يمنع التصوير هتحاسبوها على ايه؟ حاسب لا في قانون حضرتك بيحاسب على التصوير حضرتك مواطن عادي لكنت مراسل ولا صحفي ولا مزيع نزلت الصور حتى في الشارع لازم تاخد تصريح ما بالك بقى بمنطقة سرية من هنا عشان كده وزارة الاثار والقضاء كان بياخد اجراءاته فتم فعلا مبارح اخلاق سابلها وكان السبب طبعا لكل الدلجة دي مش عشان الزي بتاعها ولكن لمخالفتها في قواعد التصوير وتم بكافلة هي والمصور ألف جنيه خلونا بقى ننتقل على حاجة تانية حلوة محنة ما بين النقيد الوحش والحلو السيدة انتصار السيسي السيدة العظيمة زوجة الرئيس السيسي كانت في القاء جميل مع سيدة زيها برضو صاحبة السعادة السعادة يونيس الجميلة شفتوا الاثنين في الرقية والاحترام هم دول السيدات اللي احنا نتعلم منهم يعني انت دلوقتي يا أم يا فاضلة شوفي بنتك وعلموا أولادكم ازاي تعلموا من السيدات المحترمة شفتوا السيدة انتصار طرقتها في الكلام ولبسها وقرها ونجحة في حياتها وقفت جنب رجل ناجح واخلاق الاتنين سبحان الله الانسانية والرضا والتواضع ما بينهم هما الاتنين السيدة العظيمة السيدة انتصار السيسي هي الأم الحنونة والجدة والصديقة والأخت كل ده بتشعره لما بتشوفها وهي بتتكلم وهي بتتحدث بجد ألف شكري لها لما تكلمت عن مشوارها تكفحها مع السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية مشوارهم ورحلة نجاحهم ازاي هم تعبوا وازاي هو بيحب بلده قوي وهي كمان إنسانة جميلة وبتحب بلدها قوي هما دولة السيدات اللي احنا نتعلم منهم والأجيال الجديدة لازم تتعلم من السيدات الفاضلات عشان تبقي في يوم من الأيام السيدة الأولى خلونا بقى ننتقل كمان للترند التالت اللي معانا الحقيقة هو مع جميش لأن احنا في الفترة الأخيرة بنمر بإشعاعات ما بين العالم الفنانين سواء بقى لقال در الله بإصابتهم بالأمراض وبالموت زي ما حصل مع الفنان القادير عبل كامل ومؤخرا خلت زاكي لما قالوا ان هو توفى وكل دي إشعاعات مؤخرا بالأمس أشعى على الفنان القادير محمد عبد الحليم الفنان الجميل له أعمال قيمة ومميزة من الناس الجميلة العظيمة من زمن الفن الجميل بنت صورت معاه صورة وقالت دا يعيني ما بيشتغلش حيرت حد يساعده دا كل يوم قاعد عند نفق الملك صالح طبعا لما وصل للفنان محمد عبد الحليم الكلام دا أنفى تماما أنفى تماما هذا الكلام وقال أنا بصحة جيدة وبخير ومش محتاج لحد وبشتغل وكمان أنا مش محتاج شغل دا أنت لو عايزين شغل أنا أطلب لكو شغل وكمان اللافتة طيبة الجميلة من النقيب أشرب زكي نقيب الممثلين جاب سيارة لغاية منزله بالزبط واستقبله في مكتبه في أكاديمية الفنون استقبال كل ترحاب مع ابنة الفنان محمد عبد الحليم وهو يعني فنان عبد الحليم أكد أنه هو مبسوط جدا بحب الناس لي ومبسوط من لفتة النقيب أشرف زكي أشرف زكي وقف جنبه في إجراء عملية وعمره ما بيسيب أي حد لأنه هو فعلا إنسان خلينا بقى قبل بقى ما نطلع على التريند التانية عايز أذكركم بالأعمال الفنية للفنان محمد عبد الحليم هو شارك في مسلسل بيت السلايف مسلسل رمضان كريم مسلسل أعلى سعر مسلسل وضع أمني أزمة نسب ستات أدرة مأمون وشركاء حواري بخارست ويق العراف وفرح ليلة وماما في الاسم والشيخ العرب همام كلها مسلسلات عظيمة معنجون كبار ومعلمة في أزهن آخر حاجة بقى هاختمع معاكم في تريند الإسبوع مشهد كله روح وطنية وانتماء وطني بنطلق عليه المحبة الوطنية كان ما بين الكمس والشيخ شاب جميل طالب حسن جميل كان رجع من كليته كليته التربية بجامعة أسيوت معدي في محطة القطر بنجح حميتي بإنا شاف هو بيحب دايما متعود أن يلتقط الصور اللي فيها روح وطنية وطاقة إجابة فلقى الكمس والشيخ بيحدونوا بعض فقال لقى أنا لزا ما صور المشهد ده خصوصا بعد الجداجة الأخيرة اللي حصلت قوعوا أبدا تفتكروا إن إحنا كما مسلم أو مسيح إن إحنا ممكن نفتر لا إحنا أكتر بلد متمسكة عن أي بلد أي بلد عربي إحنا دايما هنبقى مع بعض اليوم الدين كلنا مع بعض إحنا المصريين زي أجدادنا الفراعانة جمدين جدا مفيش أي حاجة تهزينا أبدا ولا أي كوة خارجية ولا أي فتن أو أي حد شباب مراهك مش عارف حاجة لسه بيبتدي حياته بيعمل بلبلة على السوشيال ميديا مش أي حاجة تأثر فينا هنفضل جمدين جدا وكويين جدا أنا بشكر الطالب حسن جمال على الصورة الجميلة دي بجد ألف تحية ليك وعايزين دايما تقدم لنا كل اللي قططت الجميلة لأنه كمس نفسه مبسط جدا قال لي أنا ما كنتش أعرف الصورة دي جات لي صدفة وشفتوا شعاع النور ما بينهم هم اللي اتنين بابين الفجالي الدين شيء جميل جدا يا ربو مصر تبقى بخير دايما يا رب وقلوبنا كلها محدة وطيبة وضمير تعالوا بقى نستقبل دفنا دفنا معنا شاب جميل موهوب في مجال الفن التشكيلي هنعرف حكايته وموهبته ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر